اشتركوا في القناة تمكن الدفاع المدني من انقاذ عشرين من قاطني المبنى وحالتهم الان مستقرة بعد ان قام الاسعاف الوطني بتقديم الاسعافات الاولية لعدد منهم في الموقع وكانت غرفة العمليات بالادارة العامة للدفاع المدني قد دفعت وفورا تلقيها بلاغا باندلاع حريق من المبنى بسبع آليات وثمانية واربعين ضابطا وفردا حيث تم على الفور مباشرة عمليات الانقاذ واخماد الحريق والسيطرة عليه واشارت الادارة العامة للدفاع المدني الى ان اعمال البحث والتحري جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق تلقت غرفة العمليات بالادارة العامة للدفاع المدني بلاغا في تمام الساعة الخامسة وخمسة عشر رقيقة يفيد بوجود حريق في احد المباني في منطقة اللوزن فعال فور تم رسال آليات من اغرب المراكز وعند الوصول التضح بين الحريق في طابق الرابع وهناك دخان كثيف والحريق منتشر قامت هذه الفرق بتعزيز الموقع من ضمن الاجراءات التي تم التعامل معها مكافحة الحريق وعمليات الانقاذ عمليات مكافحة الحريق كانت مستمرة ايضا تم اخلاء هذه الاعداد من 32 شقة واسفر عن حالة وفاة اربع اشخاص وهناك عدد من الاضرار في المبنى من حرارة والدخان اشتركوا في القناة